لطالما سعت الدولة المصرية لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب في كل القطاعات في سعي واضح منها لخفض معدل البطالة وبالتبعية أطلقت العديد من المبادرات والمزايا لاحتضان طاقات الشباب وتنميتها عن طريق تمويل مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر يقودها الشباب لكن حتى المتعثرين منهم الدولة ستقدم لهم يد المساعدة إلى أن تتحسن ظروفهم وهذا ما تؤكده قرارات البنك المركزي الأخيرة ترى ما هي؟ من المعروف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأي دولة سواء متقدمة أو نامية بسبب أهمية الدور الذي تلعبه في الاقتصاد ومع مساهمة تلك المشروعات في تحقيق ميزات اقتصادية كثيرة مثل مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم الصادرات وتحسين القوة التنافسية وزيادة النشاط الاقتصادي كان لابد على الدولة أن تكون مدركة لذلك لذا في السنوات الأخيرة بدأت مصر تهتم بشكل كبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وصرنا نشاهد مساع لزيادة التمويلات لهذا النوع من الشركات والأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة خاصة أن بعض هذه المشروعات عجزت عن الحصول على خدمات تمويلية خلال أزمة كورونا وقبلها أيضا بسبب بعض التعقيدات والبيروقراطية في النظام المصرفي وقدمت الدولة برامج تحفيزية لدعم المتعثرين من تلك الشركات من خلال ما رأيناه في تحركات البنك المركزي مؤخرا في هذا الملف وبالفعل أخيرا أصدر البنك المركزي حزمة من القرارات لدعم العملاء المتعثرين في البنوك وتحديدا الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف التخفيف عليها ومساندتها على الاستمرار في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة وتوفير السيولة المطلوبة لاستمرار العملية الإنتاجية والحفاظ على العمالة وقرر البنك المركزي المصري بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة قرر إدراج العملاء ضمن المرحلة الثالثة في حالة عدم الالتزام بالشروط التعاقدية في حالة وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 180 يوما متصلة بدلا من 90 يوما مثل ما كان معمولا به من قبل ما يعطي فرصة مضاعفة للشركات والمشاريع الصغيرة أن تحل مشاكلها البنك أيضا لم يقف أو لم يوقف التسهيلات إلى هنا لكنه قال إنه بالنسبة للعملاء السابق إدراجهم بالمرحلة الثالثة لوجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 90 يوما سيتم ترقيتهم للمرحلة الثانية لو كانت المستحقات تقل عن 180 يوما وهذا يكون مع استمرار الاحتفاظ بالخسائر لإتمانية المتوقعة والمحتسبة للعملاء أما في حالة استيفاء كافة العناصر الكمية والنوعية الخاصة بالمرحلة الثانية وسداد العوائد المستحقة سواء المجنبة أو المهمشة حسب الأحوال والانتظام في السداد لمدة 90 يوما ففي تلك الحالة ستتم ترقية العملاء من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية وبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة المنتظمة في السداد في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام 2019 وجاء تعثرهم نتيجة لتداعيات الأزمة الحالية يتعين ترقيتهم من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية مع التأكيد على استمرار حساب الخسائر لإتمانية المتوقعة على أساس المرحلة الثالثة إلى أن يقوم العملاء باستيفاء كل شروط الترقي حسب التعديلات الواردة بالبند الأول حتى يتسنى حساب الخسائر لإتمانية المتوقعة على أساس المرحلة الثانية كما سيتم كل ما سبق لمدة 18 شهراً اعتباراً من تاريخه ومن ضمن الإجراءات المهمة التي تبناها البنك المركزي تجاه أصحاب المشروعات الصغيرة هو إعادة هيكلة الأقصاط المستحقة وأشار البنك المركزي لضرورة العمل بما ورد في الكتاب الدوري الصادر في الرابع عشر من سبتمبر عام 2020 والخاص بقيام البنوك بإعادة هيكلة التسهيلات الإتمانية للعملاء بعد دراسة الموقف المالي والتدفقات النقدية الخاصة بهم طبعاً هذا يهدف للوصول إلى هيكل تسهيلات مناسبة لقدراتهم الحالية على الصداد مع التأكيد على إمكانية استخدام البنوك لبعض البدائل لمساندة العملاء حسب دراسة البنك والتي من بينها زيادة مدة التسهيلات وإعادة هيكلة الأقصاط المستحقة ومنح فترة سماح وفقاً لدراسة موقف العميل وغير ذلك من البدائل المتاحة للبنوك بالمناسبة لا بد أن تعرف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي أما المشروعات الصناعية الصغيرة فتمثل حوالي 13% من قيمة الإنتاج الصناعي لذلك كان لا بد على الدولة أن تحافظ عليها وتهتم بها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة